السؤال بيقول ايه؟ السلام عليكم يا شيخنا انا بحترم حضرتك جدا اهلا وسعرم بحضرتك انا نسا عندي 33 سنة هل في سعي في الزواج اقدر اعمله ولا ده رزق مالوش سعي ولا واسألك الدعاء في شوية حاجات كده انا دايما بقولها اه ليه من يسألني هذا السؤال اعمل ايه؟ في حاجة مهمة جدا 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 ثلاث حاجات مهمة جدا جدا غريبة فيهم حاجتين غراب جدا جدا لما بيحصلوا ربنا بيفتح الطريق اول حاجة لأ انا عبتدي بالحاجات اللي مش غريبة اول حاجة لابد ان انا ببساطة خالص ان انا اتهيأ للجواز يعني ايه اتهيأ للجواز في ناس كتيرة بيبقى عندهم حاجات كده بتخلي حالتهم التي تتعلق بالجواز حالة غير ما بتفتحش ابواب الابواب بمسألة القبول زي ايه مثلا زي ان حد مثلا يكون بيشعر بان هو قليل الحظ فالشخص هو بيكلمه يحس بنبرة حزن او بنبرة اسأ او يحس بانه اكبر من السن او يحس بكذا لان هو حاسس ان هو بيتعامل مع حد شايل الهم فهو لما هو بتعامل مع حد شايل الهم ده لانه حاسس بان المسألة صعبة وحاسس ان هو شايل الهم فلما بتعامل مع ده كتير من الناس بيبقى عندهم عزوف للتعامل او لمسألة الزيجة من شخص هو ده حاله ليه بقى لان هو بيقولك انا اصلا بالعافية اتجوز اجيب حد شايل الهم فيغمني فدي حاجات لابد ان احنا نلتفت اليها فده اول حاجة لابد ان احنا نتخلص من الاشياء المعيقة لمسألة الجواز منها الكآبة فلو حد عنده اي شكل من اشكال الكآبة يتخلص منه طيب الحاجتين التانيين بقى وهم دول غريبين جدا ان الواحد لما بيكون مؤهل للجواز بيعمل ايه بتتفتح ليه ابواب الزواج يعني نفترض ان فيه حد راح حصل على تأهيل المقبنة على الزواج وكان ايه لو علم الله فيه مخيرا لأسمه يعني ايه يعني الواحد لما بيتأهل بيفتح عليه الباب وكاني انا حتى لو اخذت سبب من اسبابه ومش باين انه هو بيجيب عرسان لكن وكانه بقوله يا رب انا انا هيأت الكأس فانتظر في ايه اللي حصل فارجوك ان تعطيني من فضلك ومن كرمك فيجيه العطاء حاجة غريبة جدا فالواحد لما بيتأهل ربنا بيفتح عليه الابواب يبقى كمان نتأهل للاقبال على الزواج الحاجة التالتة بقول مهمة جدا جدا هو كسرة الدعاء يبقى عندنا تلت حاجات يبقى أزيل المعاوقات اللي ممكن تعوق الناس لما تيجي تحاول تبص عليه لان الناس في بعض الأحيان انا ببقاش عارف وده محتاج ان انا اسأل حد خبير اقول له هو ايه اللي عندي ممكن يخلي الناس ما تقبلش على زواجي لان في بعض الأحيان الناس بتعمل أشياء انا مثلا حد كده هو متعود ان هو لما بيبص بيركز فبيركز فبيقطب وجه فلو حد بص عليه وهو مشو اخد باله فيحس ان هو بيتعامل مع شخص في غاية الكآبة ففي حاجات لازم نعرفها لان الناس اول حاجة بتشوفها الوش اول حاجة بتشوفها الناس الكلمات اول حاجة بتشوفها الناس التعامل فاذا كان ده يعني فيه اي قدر من الكآبة في الغالب الناس مش هتقبل دي اول حاجة تاني حاجة ان انا اتأهل تالت حاجة كثرت الدعاء والصلاة على حضرة النبي التلات حاجات دولة حضرتك الثلاثين يعمل ايه يعمل التلات حاجات دولة وربنا سبحانه تعالى هيكرم ويفتح الابواب ان شاء الله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم من دراء فيالله توكلي على الله واكثر من الزكر واكثر من الدعاء واكثر من استغفار ربنا هيكرمكم ان شاء الله يبقى التلات حاجات دولة مهمين جدا جدا في مسألة السعي الى ايه الى فتح ابواب الزاك